السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هناك شيء جديد بالنسبة للمسافرين الذين يتم استدعاؤهم الى المطارة المتكررة في الجزائر واصدر وزير النقل عبدالله مناجي تعليمات خلال اجتماع اللاجنة الوطنيات لتسهيلات النقل الجوي خاصة فيما يتعلق بشروط استقبال المسافرين في مباني المطار من الان فصاعدا سيستفيد المسافرون المغادرون للخارج او الذين يصلون الى التراب الوطنية من ظروف الاستقبال الجديدة في المطارات الجزائرية جاء ذلك في اطار تعليمات وزير النقل الجزائري عبدالله المنجي الذي ترأس الخمس الحادي والعشرين من ابريل اجتماعا هاما للجنة الوطنيات لتسهيل النقل الجوي قبل اسابيع قليلة من افتتاح موسم والصيف كان من المقرر ان تناقش هذه اللاجنة لاستعدادات لموسم الصيف ناجح هذا الاخير يشهد حركة كبيرة للمسافرين بين الجزائر ودول اخرى ولا سيما فرنسا وبهذه المناسبة دعا وزير النقل الى مزيد من المرونة كان الحلاه المنجي يتحدث عن فحص الركاب في مطارات البلاد توفير راحة للاركاب في المطارات الجزائرية وبالفعل دعا عبدالله مناجي خلال الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع الى تقديم كل شروط راحة للاركاب ولم يتوانى عن التذكير بان الموسم الصيفي لهذا العام الفين واثنين وعشرين يتزامن مع انطلاق العب البحر الابيض المتوسط في يونيو في وهرانا وكذلك مع موسم الحج ومن هنا جاءت دعوته ايضا لتقليص مدة الانتظار في المطارات الجزائرية للنجاح في هذه العملية يعطي وزير النقل تعليمات مهمة ويحث مظفيه على السماح بمزيد من المرونة في النظام وفي خطط المعالجة والتحكم في حركة الاشخاص والامتعة الهدف الرئيسي المخصص لهذه المهمة تقليل الوقت الذي تستغرقه الاجراءات داخل البنى التحطية للمطار هذا هو احد مصادر الراحة للمسافرين تقليل وقت الانتظار في المطارات الجزائريات وتجدر الاشارة الى انه خلال موسم الصيف قد يزداد عدد الرحلات الجوية وبالتالي فان هذه المرونة في السيطرة على الركاب سيكون لها مهمة تجنب التدافع في المطارات خاصة وان الجزائريين يفدلون دائما عوده الصيف الى الوطن انها طريقتهم في قضاء الاجازات دائما مع العائلة حتى لو كانت لديهم الوسائل للذهاب الى مكان اخر وللتذكير فان قصة تقليص وقت انتظار المسافرين ان هذه تتعلق ايضا بموانئ الجزائر وكان النائب للحلوهاب اليعقبي قد التقى مؤخرا بوزر النقل لبحث هذا الموضوع على وجه الخصوص واعلن عن تقليص اوقات الانتظار وشكات من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 5 صباحا وهذا لا يخل من ان يأمل في ان يصل هذا التأخير الى ثلاث ساعات فقط